خطوات سباقة وريادية اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي هدفت في مجملها إلى حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعد تنمية المستدامة لصالح المواطنين هذه الخطوات لاقت اشادة من قبل صندوق النقد الدولي الذي اثنى في بيان له على الجهود التي قامت بها مملكة البحرين وساهمت في الحد من الاثار المترتبة على تدعية جائحة كورونا هذا وتؤكد مملكة البحرين ان العملية التنموية فيها ترتكز على القطاع الخاص كمحرك رئيسي لذا كانت الاستجابة المالية السريعة لدعم القطاعات الاقتصادية باطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة اجمالية تفوق اربعة مليارات ونصف المليار دينار بحريني بهدف اسناد القطاعات الاقتصادية عبر ضخ السيولة اللازمة لها ترجمة نانسي قنقر